يوم الأربعاء الماضي فتحت الشرطة الكويتية شقة مهجورة بمنطقة الشعب في محافظة حولي بعد صدور حكم لصالح ملكها بإخلائها الشرطة وجدت في هذه الشقة جثة لسيدة مقتولة خنقا وعلى جسدها آثار تعذيب الجثة هي لخدمة فلبينية تدعى جوانا دانييلا وفقا لوكالة الصحافة الفلبينية وأن المتهمين لبناني وزوجته السورية لداني كان يقطنان في هذه الشقة حتى نوفمبر عام 2016 قبل مغادرتهما البلاد ربما خشية الاعتقال لا نستطيع بالطبع ذكر اسميهما في هذه المرحلة من القضية صحيفة الرأي الكويتية قالت أن المتهمين أو المتهمين بالأحرى سجلوا بحق الخادمة قضية تغيبا قبل مغادرته وزوجته الكويتية أي قبل السادس عشر من ستة عشر شهرا بالضبط ذات الصحيفة نشرت تحقيقا لمراسلها في لبنان قالت فيه أن الزوجين انتقل للعيش في سوريا وليس في لبنان وأضافت التقارير بأن الانتربول ما زال يبحث عنهما القضية أخذت أبعادا أخرى وتفاعل معها رواد مواقع التواصل تحت هاشتاغ الرئيس الفلبيني حيث أعلن رودريغو دوتيرتي خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة وقف إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت وطلب من مواطنيه الخروج منها خلال 72 ساعة وحجز تذكرة العودة مجانا ترجمة نانسي قنقر